بسم الأياب والابن والروح القدس إله واحد أمين سبت الفرح وحد القيامة بعد ما ربنا يسوع المسيح أعطانا فداء عظيم على عود الصليب وسلم الروح على الصليب وقبر ودفن بقى ربنا يسوع المسيح يوم السبت في القبر يوم السبت يوم جميل يمكن ما عندناش لي أحداث مسكورة كأحداث كانت بتحصل زي أحداث إسبوع الألام ولا حتى بعد القيامة لكن نسميه سبت الفرح لإني فيه كان ربنا بيضيء بنوره على الجالسين في الظلمة علمنا الكنيسة أن ربنا في اليوم دوًا نزل إلى الجحيم أيد الشيطان وفتح باب الفردوس وأخرج أرواح الأبرار والصدقين والناس اللي كانوا رقدوا على رجاء يمتوا المجيدة ودخل بهم إلى الفردوس زي ما قال لللص اليمين وهو على عود الصليب لما اللص اليمين قدم توبة اليوم تكون معي فيه فردوس النعيم عشان كده يمكن لحد النهاردة ربنا يعطينا علامة هي جميلة وهي خروج النور المقدس يوم سبت الفرح نور أضاء بيه ربنا على كل الذين كانوا في القبور لكن كل اللي كان منهم صدقين وكانوا أبرار لحد فجر الحد فجر يوم الحد فجر يوم القيامة يوم الفرح يوم النصرة اليوم العظيم اليوم اللي فيه ربنا أعطى البشرية كلها أعظم عطية وهو يوم قيامته المجيدة حكينا معلمنا ماريوحنة عن اليوم ده وعن أحداثه ويقول إن في أول الإسبوع اللي هو يوم الحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقي قد إيه المحبة بتغلب الخوف الحب يغلب الألأ نساء كانوا بيحبوا ربنا يسوع المسيح لكل المجد منهم مريم المجدلية يروحوا والظلام لا يزال باقي رغم إن أرشالين كلها كانت مضطربة لأحداث الصليب والأحداث كتيرة كانت حصلت وعلامات كتيرة كانت حصلت وقت الصليب لكن لما راحت مريم المجدلية نظرت الحجر مرفوعا من القبر ربنا يسوع المسيح قام والحجر مقفول لكن بعد قيامته خروجه من القبر جي الملاك ميخايل رئيس الملايكة العظيم ويدحرج الحجر عن باب القبر عشان الناس اللي جاية إلى القبر بعد كده تشوف بعنيها دلالات على قيامة ربنا يسوع المسيح لما لقيت الحجر مرفوع رقدت رجعت ونادت على سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه اللي هو معلمنا ماري يحنة ظنت انه هما اخدوا السيد من القبر ومش عارفين هما وهو وضعوا فين خرجوا معاها جريوا ناحية القبر يبصوا داخل القبر يلاقوا الأكفان موضوعة والمنديل ملفوف لكن وكل الحاجات دي موجودة لكن هما مش لقين الجسد ما شوفوش جسد ربنا يسوع المسيح اللي كان ادفن في القبر لأنه كان قام كانوا محترين وكانوا عملين يفكروا يا ترى هو إيه اللي بيحصل ومريم وقفة عند باب القبر خارجا تبكي وهي بتبكي نظرت لقيت ملكين بسياب بيض جالسين واحد عند موضع الرأس والآخر عند موضع الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوع فقال لها يا امرأة لماذا تبكين بتبكي ليه احنا في وقت الفرح فقالت لهم أخدوا سيدي وأنا مش عارفة هم حطوه فين ولما قالت الى الكلام ده ونظرت يسوع واقفا لكن هي ما عرفتش انه هو ظنته البستاني بتقوله ما تعرفش أخدوا يسوع وادوه على فين فقال لها انتي كل دا لسه مش عارفة قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له رابوني الذي تفسيره يا معلم لها اذهبي بقى وعرفيهم بريهم بقيامتي المجيدة بالنصرة بالحياة الجديدة لربنا اعطهننا ان يكون لنا فيها ويا مكان في السماء فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا وفعشية اليوم الأولاني عشية يوم عيد القيامة والأبواب مغلقة وكانوا التلاميذ مجتمعين في العلية بسبب الخوف من اليهود جي يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم سلام لكم ولما قال لهم دا وراهم ايدي وجنبه ففرح التلاميذ إزراءوا الرب وقال لهم سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطياته اغفر له ومن أمسكتم خطياته امسكت تأسيس لكنيسة العهد الجديد تأسيس لسر الكهنوت وتأسيس كمان للتوبة والاعتراف وتأسيس كتير ربنا اعطانا فيه نصرة تأسيس لحياة جديدة حياة فيها نصرة حياة فيها قيامة مجيدة ربنا بإيامته أعطانا نصرة وغلبة على الشيطان بالموت داس الموت أعطانا إوة أعطانا مرة تانية أن يكون لنا مكان وياه في الفردوس ومنه إلى الملكوت ربنا ادانا بإيامته فرصة جديدة حياة جديدة رجوع جديد لي مرة تانية إخريستوسا نستي أليسوسا نستي المسيح قام بالحقيقة قام كل سنة وحضراتكم طيبين عيد قيامة مجيد لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد ترجمة نانسي قنقر